هُيِّئت منظومة خدماتٍ متكاملة في الشؤون الدينية وفي الخدمات العامة وفي الشؤون الأمنية وفي الجهات كلها من شركاء النجاح الذين يعملون لخدمتكم فما عليكم إلا أن تتفرَّغوا للعبادة وتعزيز هذه البيئة التعبُّدية والإيمانية والروحية وتقديم صورةٍ للإسلام والمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم لا سيَّما أمام العالم اليوم وقد قال الله عز وجل عن بيته المُعَوَّم مُبارَكًا وهُدًى للعالمين ومما ينبغي أيها الإخوة عدم المزاحمة والتدافع في المطاف أو عند الأبواب أو حجز الأماكن أو حتى المزاحمة في الصلاة في الحرم ففضل الله واسع ومكَّة ولله الحمد والمنَّة على الصحيح من قولي العُلماء في حدود الحرم أن الصلاة فيها مُضاعفة فينبغي أن نُراعي هذه المقاصد العُظمى والمصالح الكُبرى فلا يشُقُّ الإنسان على نفسه ولا يُؤذي إخوانه المُسلمين وأيضًا نُهيبُ بوعي إخواننا القاصدين وتعاونهم ولله الحمد والمنَّة وكلمة لإخواننا المُعتكفين الذين يحيون هذه السنة أن يُحافِظوا على أوقاتهم ويشغلوا وقت اعتكافهم بما يُقرِّبهم إلى الله عز وجل وعلى المرأة المُسلمة أن تلتزم بالآداب والحجاب والاحتشام والعفاف والصلاة في الأماكن المُخصَّصة للنساء وكل هذه أمورٌ ينبغي أن نتذاكر فيها وأخيرًا الدُّعاء 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 لأنفسكم ولأوطانكم ولولاة أمركم ولصلاح أحوال المُسلمين في كل مكان وحفظ مُقدَّساتهم والعناية بأمنهم وسلامتهم وصحتهم واجتماع كلمتهم وتوحين صفوفهم قال الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشُدون وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها قالت أرأيت إن قمت ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذه أيها الإخوة تنبيهات لكم ولمحبكم سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول وإدراك ليلة القدر والعطق من النار وأن يوفق ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء وأن يوفق رجال أمننا وأن يديم هذه البلاد قبلةً للمسلمين وخادمةً للحرمين الشريفين وواحة أمن وأمان ورغد واطمئنان واستقرار وسلام وسائر بلاد المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا ونلفت نظر الجميع إلى أن صلاة التهجُّد ستقام في الساعة الثانية عشرة والنصف بحول الله وقوته تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله كانت هذه أيها الإخوة كلمة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام عن فضائل العشر الأواخر وتضمنت مجموعة من النصائح للإخوة المسلمين الذين يقضون العشر الأواخر في رحاب بيت الله العتيق نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم ومن سائر المسلمين في بقاع الأرض أطيب الأعمال وأصفحها إنه سميع مجيب أيها الإخوة المؤمنون كما تتابعون الآن حركة الطواف حول البيت وكيف يحيط المسلمون الكعبة الغراء إحاطة السوار بالمعصم في مشهد بديع لا يوجد إلا في هذه الرحاب هنا فقط هنا بجوار هذا البيت العظيم الذي يبدو شامخا أمامكم وأي شموخ أي شموخ هذا الذي تبدو به الكعبة الغراء أمام ناظريها وأمام الطائفين حولها وأمام كل قاصدي هذا البيت العتيق صورة عظيمة لملتقى القلوب لملتقى الموحدين لملتقى المؤمنين لملتقى الذين جاءوا من كل مكان ليعرفوا أن الهدف من خلقتهم أن يكونوا عابدين لله وحده اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع اللهم لا تدع لهذه الجموع ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم عصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن واصلح منها واصلح منا ما ظهر وما بطن ونق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تباعة لأحد أيها الإخوة المؤمنون ما هي إلا لحظات وينادى لصلاة التراويح في رحاب هذا البيت العتيق وكما قلت لكم بأن قناة القرآن اعتبارا من هذه الليلة تنقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة التهجد ونسأل الله تعالى جلت قدرته أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتقبل صالح أعمالنا إنه سميع مجيب مداخل البيت العتيق تعج بالقادمين من كل مكان مهما تاهو فهنا الوصول وهنا البلوغ وهنا الأمن وهنا الأمان مهما ضللت الطريق فلن تضل بيت الله هو حصن الآمنين وملتقى الموحدين قلوب شتى تطوف حول هذا البيت العتيق تلهج بالدعاء إلى الله بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعند تمام طوافها تقف خلف مقام إبراهيم وتردد دعاءه الخالد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والله إن اللسان لا يعجز عن وصف هذه الصورة العظيمة التي تبدو أمامكم صلاة القيام أثابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 آمين 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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوحه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرجوا حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال للذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة وعشتم معنا في رحاب هذا البيت العتيق نقلنا لكم شعائر صلاة التراويح ومن قبلها صلاة العشاء لقاء آخر سوف يجمعنا بكم هذه الليلة لننقل لكم من هذه الرحاب الطاهرة شعائر صلاة التهجد نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأطيبها وأن يكتبنا وإياكم في أخريات هذا الشهر من عتقائه من النار قبل أن نودعكم أنقل لكم تحيات كهفة الزملاء الذين